بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة وطالبات مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم في سيسلة من الأنشطة نتناول اليوم نشاطاً في الأعداد المركبة نتعرض في هذا النشاط إلى تطبيقات للأعداد المركبة في ميدان الهندسة من خلال التعبير عن تحويل نقاطي بواسطة الأعداد المركبة وتعيين العناصر المميزة لهذا التحويل نص النشاط المساوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مباشر A, B, C و D نقط من المساوي لواحقها على الترتيب 1 على 2 ناقص 3 على 2 E 1 زائد 3 E 1 ناقص E ناقص 3 زائد 4 E S التشابه المباشر الذي يحول النقطة A إلى النقطة C ويحول النقطة B إلى النقطة D أولاً ألف عين العبارة المركبة للتشابه S با استنتج العناصر المميزة للتشابه S ثانياً عين التحويل S تركيب S محدداً طبيعته وعناصره المميزة ثالثاً مرجح النقط T M M M F M F F 2 2 2 1 1 1 على الترتيب مستقل عن النقطة M حل للنشاط الجزء الأول ألف نعين العبارة المركبة للتشابه S لدينا S عبارة عن تشابه مباشر وبالتالي عبارته المركبة من الشكل Z فتحة يساوي A Z زائد B لدينا التشابه يحول A إلى B إذن صورة A هي B ويحول A إلى C إذن صورة A هي C ويحول B إلى D إذن صورة B هي D ومنه نعود لاحقة A في العبارة التشابه إذن A في لاحقة A 1 على 2 ناقص 3 على 2 E زائد B يساوي لاحقة C أي 1 ناقص E ويحول B إلى D إذن نعود لاحقة B في عبارة التشابه A في 1 زائد 3 E زائد B يساوي ناقص 3 زائد 4 E إذن حصلنا على جملة معادلتين ذات المجهولين A و B إذن معادلة 1 والمعادلة 2 نضرب طرفي المعادلة 1 في العدد 2 حتى نتخلص من الكصور إذن نجد A في 1 ناقص 3 E زائد 2 B يساوي 2 ناقص 2 E والمعادلة 2 نضرب طرفي المعادلة 2 في 2 نجد A في 2 زائد 6 E زائد 2 B يساوي ناقص 6 زائد 8 E وبالطرح نجد بالطرح نجد A كعمل مشترك 1 ناقص 2 ناقص 1 ناقص 3 E ناقص 3 E ناقص 9 E 2 B ناقص 2 B 0 إذن يساوي 2 ناقص 6 أي 2 زائد 6 8 ناقص 2 E ناقص 8 E أي ناقص 10 E ومنه A يساوي 8 ناقص 10 E على ناقص 1 ناقص 9 E نضرب البص والمقام في مرافق المقام ويساوي ناقص 1 زائد 9 E أي 8 ناقص 10 E في ناقص 1 زائد 9 E على ناقص 1 ناقص 9 E في ناقص 1 زائد 9 E ويساوي ناقص من أ زائد 72 E زائد 10 E زائد 90 على ناقص 1 مربع 1 زائد 9 مربع 81 ويساوي ناقص من أ زائد 90 ويساوي 82 E زائد 72 E زائد 10 E ويساوي 82 E على 82 ويساوي 1 زائد E نعوض قيمة A في المعادلة مثلاً تنين معادلة تنين نجد 1 زائد E في 1 زائد 3 E زائد B يساوي ناقص 3 زائد 4 E أي B يساوي ناقص 3 زائد 4 E ناقص 1 زائد E في 1 زائد 3 E ويساوي ناقص 3 زائد 4 E ناقص 1 زائد 3 E زائد E ناقص 3 أي ناقص 3 زائد 4 E ناقص 1 3 E ناقص 3 E ناقص E زائد 3 ويساوي ناقص 3 ناقص 1 زائد 3 يطينا ناقص 1 4 E ناقص 3 E ناقص E يطينا 0 وبالتالي B يساوي ناقص 1 إذن العبارة المركبة لتشابه S Z فتحة تساوي AZ أي 1 زائد E في Z زائد B أي ناقص 1 ننتقل للسؤال الموالي السؤال B استنتاج العناصر المميزة للتشابه S أي إيجاد النسبة والزاوية والمركز نسبة التشابه S K وتساوي طاويلة A وتساوي طاويلة 1 زائد E وتساوي جدر 2 أما زاويته هي عمدة A وتساوي عمدة 1 زائد E وتساوي P على 4 أما مركزه فهي النقطة الصامدة الوحيدة أوميغا ذات لاحقة Z سيفر حيث Z سيفر يساوي B على 1 نقص A أي نقص 1 على 1 نقص نفتح قوس 1 زائد E وتساوي نقص 1 على نقص E أي نقص E ومنه أوميغا هي النقطة ذات الإحداثيات صفر نقص 1 السؤال الثاني يطلب مننا تعيين التحويل S تركيب S وتحديد طبيعته وعناصره المميزة لتكون M نقطة لاحقتها Z وM1 لاحقتها Z1 صورة M بالتشابه S وM فتحة لاحقتها Z فتحة صورة M1 بالتشابه S وبالتالي تكون M فتحة صورة M بالتحويل S تركيب S لدينا Z فتحة يساوي M فتحة صورة M بالتركيب S إذن Z يساوي 1 زائد E في Z نقص 1 Z1 وبما أن M1 صورة M بالتشابه S إذن Z يساوي 1 زائد E نفتح قوس 1 زائد E في Z نقص 1 نقص 1 ويساوي 1 زائد E مربع في Z نقص 1 زائد E نقص 1 ويساوي لدينا 1 زائد E مربع يساوي 2 E أي 2 E Z نقص 1 نقص E نقص 1 أي نقص 2 نقص E وهي العبارة المركبة للتحويل النقاطي S تركيب S وهي عبارة من الشكل Z فتحة يساوي AZ زائد B أي S تركيب S هو تشابه مباشر عناصر المميزة النسبة K وتساوي طاولة A وتساوي طاولة 2 E أي تساوي 2 أما زاويته تيطا عمدة A وتساوي عمدة 2 E وتساوي B على 2 زائد 2 K أما مركزه يبقى النقطة أوميغا لأن S تركيب S لأوميغا يساوي S لأس لأوميغا ويساوي S لأوميغا ويساوي أوميغا السؤال الثالث ويطلب منا إتبات أن G مرجح النقط M M F M F M M المرفقة بالمعاملات 2 ناقص 2 1 على الترتيب مستقل عن النقطة M لدينا لاحقة M هي Z وبالتالي لاحقة M F هي Z F يساوي 1 زائد E في Z ناقص 1 و M F F لاحقتها Z F يساوي 2 E في Z ناقص 2 ناقص E وعليه تعطى لاحقة Z G للنقطة G مرجح النقط M M F M F F المرفقة بالمعاملات 2 ناقص 2 1 على الترتيب بالعلاقة Z G يساوي 2 في Z ناقص 2 في 1 زائد E في Z ناقص 1 زائد 2 E Z ناقص 2 ناقص E على مجمول معاملات 1 أي Z G يساوي 2 Z ناقص 2 Z ناقص 2 E Z زائد 2 زائد 2 E Z ناقص 2 ناقص E أي Z G يساوي ناقص E نلاحظ نلاحظ لاحقة Z Z G ثابتة وهذا يعني أنها مستقلة عن النقطة M وهكذا أعزائي الطلبة نأتي إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر